هو كنا بنقول ضعف الطلق او فشل الطلق لو فيه سيدة طلقها ضعيف نتيجة ان عملت عمليات قبل كده في الرحم بتاعها كان عندها ورم ليفي وشالته فالرحم مش عارف ينقبض بشكل كويس عشان يبدأ يدخل الست في حالة ولادة طبيعية ساعتها احنا بنعلق على العيانة طلق بنديها طلق صناعي وبنقعد جنبها ولازم الزوج يحضر يا جماعة عشان تعرف ان الطبيب اللي قدامك ده طبيب ملتزم او طبيب كويس ولا لان فيه اكم من الاسادزة اللي بيجوا ويشتغلوا بيخلي مساعد موجود طول الوقت وهو مش موجود يجي بس وقت ما عادل ولادة ويقوم داخل جوه حتى العيان يعني سوري مش عايزة يعني حتى العيان من سازكته يقول لك والله اذا الدكتور فضل قاعد مع العيانة دي المساعد طول الوقت ومولدش اول لما الدكتور جيه الكبير ولدت لأ هو مش كده هو الدكتور ممكن يكون مولدهاش اصلا ودخل قوضة العمليات خد البيبي وخرج بيه للناس لازم حضور الزوج في جميع العمليات سواء طبيعي او قيصري بالعكس دي بتعمله نوع من انواع النشوة ان هو يقطع الحبل السري بتاع ابنه ويمسكه بايده اول لما يتولد